السلام عليكم اليوم راح ناخذ موضوع جديد بالقراءة للصف الثاني لابتدائي وهو أنا أساعد أمي أنا أساعد أمي وحق للموضوع ذهبت ربابو إلى دار صديقتها أنوار وذهب معها أخوها سمير قالت ربابو أراكي مشغولة يا أنوار ماذا تفعلين؟ قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت أخسر الصحونة أخسر الصحونة وأرتبها على المائدة لهذا اليوم راح ناخذ الجزء الأول واللي هو من موضوع أنا أساعد أمي صفحة 79 طبعا الموضوع كعامة يتحدث عن مساعدتنا الأمنة وإحنا كنا نحب أمهاتنا وكنا نحب نساعدهم بأشياء بسيطة على الأقل أنو نقدر نوفي شيء من جمايلها علينا راح أبدي أقرأ جزء أول مرت اللوخ وكل تنتبهوا إيايا ورح نأشر عليه كلمة كلمة حتى نعرف وين دا نقرأ أنا أساعد أمي أنا أساعد أمي نتحدثنا على أنا وقلنا أنو أنا ضمير متكلم بلها يتحدث الإنسان عن نفسه إن كانت بنت أو إن كان ولد أنا شخص عرفنا عن نفسه أوه أوه أساعد أمي ذهبت ربابو إلى دار صديقتها أنوار وذهب معها أخوها سمير قالت ربابو أراكي مشغولة يا أنوار أراكي خفيفة أراكي مكسورة باعنا جواها كثرة علامة الكثرة مشغولة يا أنوار ماذا تفعلين قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت أخسر الصحونة وأرتبها على المائدة حقرة من الأسفل من الأسفل إلى الأعلى أخسر الصحونة وأرتبها على المائدة قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت فيه هنا من حروف الجار والعلى أيضا هنا من حروف الجار رح نقشرها بالقلم الجاف اللي هي هذا أحمر تتبين عندي العلى حروف الجار فيه أيضا من حروف الجار قلنا هنا أنا ضمير متكلم أو آ أو إي آ فتحة أو ثمة إي كسرة هيا هيا رح كتب هنا آ إحنا هاي كل درس نعيدها آ أو إي آ أو إي آ أو إي آ أو إي رح نرجع نقول هنا نكمل راكي مشغولة يا أنوار أراكي مشغولة يا أنوار هل تحدثنا عنها قلنا علامة التعجب قلنا عليها علامة التعجب ماذا تفعلين علامة استفهام تسألها لها ادخذناها بالدرس السابق بالتدريبات وقلنا ماذا هي من أدوات الاستفهام ماذا متى كيف من وغيرها وذهب معها أخوها سمير ذهب فعل ماضي فذهب فعل ماضي إذا سويتها مضارع هتصير يذهبوا اكتبه هنا على الدفتر حدث تتبين أكثر عندي هنا احنا تحدثنا عن الأفعال كل درس نتحدث عنها ذهب فعل ماضي هكتبها هنا فعل ماضي أما إذا سويها فعل مضارع شو راح نقول عليها خلف تبه بالأحمر هتقول يذهب تذهب نذهب أذهب قلنا فعل مضارع يبدو بكلمة أنا ومثل ما سوينا الآ والنون والتا واليا هاي الفعل المضارع أما إذا سويناها فعل أمور يعني قلنا اذهب هذا فعل أمور دائما فعل الأمور نبني على السكون دائما فعل الأمور نبني على السكون قالت ربابو هاي علامة التحدث ذهبت هنا هكتب فعل ماضي مبني على الفتح هنا هاي يسميها واخذناها دائما بالدروس احنا قلنا هاي تأنيف الساكنة لا محل لها من الععب فقط للتأنيث ذهبت ربابو إلى إذنها محرف جار خذنا باعها سكة محرف جار خذنا الإله والفي والعلى دار صديقتها أنوار هذا الموضوع ينقرب البيت هذا الجزء الأول وينكتب مرة واحدة بالدفتر رح نأخذ الكلمات الجديدة لهذا الموضوع الكلمات هي أساعد أمي ذهبت صديقتها أخوها معها أراكي مشغولة الصحون أرتبها المائدة المائدة هعيدها مرتلخ المائدة أرتبها الصحون مشغولة أراكي معها أخوها صديقتها ذهبت أمي أساعده هاي الكلمات كل كلمة تتنزل ثلاث مرات بالدفاتر مع قراءتها وبخط حلو مرتب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر